الأستاذ الجامعي والبحث في الاقتصاد ورئيس حلقة الماليين عبدالقدر بودريقة مرحبا شكرا لك سابقادرين موجود معنا شكرا سيد يا لإستضافة مرحبا بالمستمعين لكل نبدأ من فكرة عامة اسمها نعمله على رواحنا نعمله على رواحنا فكرة مهم فكرة باهية فكرة زادة تحيل إلى العمل تحيل إلى الاستثمار تحيل إلى التصدير تحيل إلى أسلحة الكبرى تحيل إلى الاقتصاد مانيع تحيل إلى النمو شنو قدرتنا على أنه نعمل على رواح ناسي سعب القادر في الوضع الحالي صعيب لأنه تعرف فيما يكرهات متع المالية العمومية وتوازلات الكبرى اللي فيها بعض المواشرات الجيدة نجم نقوله في السودسي الأول والحالة الأخر سبتمبر الإكرهات هذية تقتضي أنه التدخلات متع الدولة بالاستثمار أو بسياسات عمومية دافئة على الاستثمار تقتضي تمويلات تقتضي موارد اللي هي في غياب اليوم انتفاق مع صندوق النقد الدولي غير متوفرة محالين لأنه نسبة النمو منتظرة ممكن من هنا لأخر 2023 مشكونوا 1.8 يلزمنا الثلاثي الثالث والثلاثي الرابع نعمل في المتوسط في حدود 2.3% وال2.4% هل هذا ممكن؟ فما الموسم السياحي جيد أما حتى الـ 1.8% على مدى السنة ما يوفرش الإمكانيات اللازمة والموارد اللازمة باش يكون قانون المالية اللي بشي جي وتكون الموازنة متع المالية تكون دافئة على الاستثمار وحدها من غير ما يكون عنا موارد أخرى وخاصة موارد بالعملة الصعبة اللي تخلي فما هالأرياحية باش نجي منمشي ولو أنه أنا دي ما تعرف عندي أشكاليات مع أنه ما فماشي غياب هالرؤية القدامة على مستوى المنويل الاقتصادي ومستوى المنظومات الاقتصادية حتى كان توفرت الموارد يلزم وراها فما يكون رؤية واضحة أتنجيبها شوي آخر مهم جدا لكن اليوم المعطى أنه انتهى لثمي صحيح ولا غالد هل اليوم نحكي أوكي نجي منكون انتهى بما أنه ما يكونش مضمن في ميزانية 24 لكن يعنيش أنه انتهى في التخاطب معاه وإلى الانتفاق معاه لكن مش هذا سؤالي سؤالي اليوم فكرة أنه نعاول على رواحنا تخلي باب مفتوح حتى شوية لثمي ولا ما تخليش وإلى نمشيوا بمعطيات ميزانية 24 نكونوا واقعيين ما فماشي في مي فما ما داخل أخرى لتمويل الميزانية ويا منعاش لي في مي كما قالك في عدد قبلنا نستنى ونحن 15 أكتوبر برشة مؤشرات قلسي عبدالقادر أنا ما هوش مضمن برشة مؤشرات جي في كلم رئيس الجمهورية جي في كلم حتى لقاء الجباية مجلس الجباية مع السيدة وزيرة المال فما مؤشرات كل الليفة مي مش مضمن كوحد فاصل تسعة في ميزانية 24 في اعتقادي أنا إذا كان ما هوش مضمن بش تكون عملية صعبة جدا أنه نلقى الفضاء الجباية اللي خليك تقوم بالاستثمارات لازمة كدافعة ورافعة للتنمية وأيضا القيام بالدورة متاع كسيئسات متاع انسيطاسيون بأعزامل فسكال ولا بش تعطي ديليني دو كريدي ولا بني بش جيبهم كان نعمل ستة ولا سبعة في ميزانية ممكن موضوع فين في اعتقادي بالوضع الحالي هذي نعمل ستة وسبعة في الميزانية كل التقديرات تقول بش نكون في ثنين فاسد ليس ثنين فاسد أربعة في الميزانية سنة الفين ورب وعشرين هذي التقديرات تعنيس الكل معانتهم لو سيد ديو جي بي مورغان لفمي البونك مونديال الكل ما معانتها؟ معانت هذه كان نقعد في نفس الإطار من غير ما نعمل سياسات أخرى نكون عانا توجهات أخرى نحب نحكي درورة من بعد هذا اليوم الفضاء بكل موضوعية الفضاء الجي بي لا يسمح بهذا لكن البنك سنترال تسمح بهذا إذا كان نمشي أنا والنحي الاستقلالية من خلال القانون موجود في البرلمان وناخد ناخد تمويل من البنك المركزي أنا أسمم القروحي أمام توازنة أخرى تنجم تمكنني من أنه ميزانيتيين مولها ومن أنه بربما نطبع زادة الدينار أني نزيد في الاستهلاك أني نحرك العجلة شنو رايك؟ 64 بلاد في العالم تمنع التمويل المباشر للحكومة من البنك المركزي موريلي 2022 الذي يحب يرجع للرفيرانس أي دونك؟ بالنسبة لي تمويل المباشرة من البنك المركزي في وضعية عادية غير ممكن وغير مجدي ويخلي البيب إلى ديريف كبار يقول القائل ما هو ديريف الكبار؟ ديريف الكبار هو ديريف انفلاسيونيست خاطر غدوة إذا كان تحل البيب وتسيب التمويل مباشرة من البنك المركزي إلى الدولة مباشرة وما نتعديوش بالسعر متع السوق لأنه نظام الأسعار هو نظام اللي يخلي الاقتصاد الحديثة تمشي نحن السلطة اليوم تقولك أنا قادرة أن نعمل قانون نمشي به نعمل تقبل نمشي به إلى تمويل من عند البنك المركزي لكن بحدود وإنا قادرا هو يحدد لي تقريبا طريقة التعامل في تمويل الاقتصاد من عند البنك المركزي هذه الفكرة هذه أنا معه أنه في وضعيات خاصة لأنه في الوضعيات الخاصة البنوك المركزي الكل تدخلت مباشرة عندها في الوضعية متع الكوفيد اللي صارت ولا الكريز غيسو كونين حتى البنك المركزي الأوروبي تدخلها مباشرة أما هذا يجب أن يحدد بقانون لماذا تحديد متاعه هو على خطر أنه في تغييف ما تحديد متاعه بقانون بفتن فما يدهل البرتوغال ولا حاجة بشيء لننغلط ما في ذاني على أقل البرتوغال محددين في 5% من الميزاني بشروط ما تحديد بشروط ما تحديد لازم تكون وضعية أزمة عمالية عمومية ولو أنه قانون الحالي تونس في 2019 عديه وتمويل مباشرة من بنك المركزي مع تعذية الاستقليم تمنع التمويل مباشرة هناك تتعدى في قانون المالية وكانت تفكر الدباع وقته على 4 ألف ولا 2800 في الآخر بكل سارة 2008 وتمويل مباشرة لماذا لا نحبه أن يكون سهل على خاطر السينيال دو بري الذي يقول ما هي القضية متاعسين لماذا نتعدى بالبنوك لا نقترض مباشرة على خاطر السينيال دو بري سيتم ميكانيزم ديسيبليني يضبط ويفرض الانذيبات من الحكومة الفكرة متاع الاستقلالية مش دولة فوس دول الفكرة متاع الاستقلية أنه فرض الانذيبات باش الحكومة يخطوها فما قضية متاع شادون في أمريك متاع البجي عليش عليش الموضوع متاع شادون في الآخر بكل تتحل خاصة الضغوط التدخمي ما كنقوله الضغوط التدخمي يراه ما أنت كتنفلت الأمور نحكي على تدخم متاع 40 و50 و60 في المئة ونحن تدخم متاع 10 و9 في المئة نحكي علي فيه تاو ودو بلوس اليوم القطاع البنكي تدخل وسيندا وقعد يمول في الحكومة في حدود تقريب في حدود 20 في المئة نحب القطاع البنكي والقطاع المالي يمول 40% في وضعيات صعبة في وضعيات أنه فمي نجم يكون تعثر مثلا بالنسبة لأنه وقتا مشكلة خلي يقترض من البنك المركزي على خاطر عندي مشكلة كبيرة منه ومشكل متاع التعثر ونتحمل التابعات متاع الانفلاسيون تخير ما بين تعثر وما بين انفلاسيون أنا نختار الموضوع ما هو شيء أبيض يا أسود يا إي يا لم الموضوع هو أنه زادا ما نعطيش سبيلا متاع فلوس محلولة لسياسي اليوم اليوم يكون عندك حكومة باية وتعرف تصرف غدوة تنجم غدوة كيسة محلولة وخاصة هذا موجود ومثبت أكاديميا أنه في الوقت اليابدا ما فهمش استقلالية متاع في السياسة النقضية فيها أوجه علي دارة أهم شيء هو في تطبيق السياسة النقضية تقول الحذر 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 ردو بينا ردو بينا إذا كان عينتي أنا بش نمشي اليوم في تموين مباشر نجم نحطه في قانون المالية ومن غيرش القانون بما أنه الظرفي بما أنه ذرفي أو قانون المالية يسمح تسلف مباشرة عن طريق قانون المالية من بدلش قانون ونقول لا راني بش نمشي هنا نخليها ونعدي المسؤولية على ماشر نوب شعب وعلى الناس كله نشوفوه سعب تقدر تحكي تحب تحكي على الفليار الفليار نمشي هنا من باب الاستثمار شاجعنيه شاجعنيه عمره ما تشاجع هذي سلتش تقول اليوم رئيس الجمهورية واضح تقول شاجعنيه عمره ما تشاجع دازينيه دازينيه عمره ما تداز اخذي لزينسي تسيطسي نكو عمره ما تداز ناس تقول لك نستنى في مجال الاستثمار الجاية ونسا تقول كنستنى في قانون الصرف ونسا تقول لك اللي تكون أكثر أجل كمال الدولة ما يتحرك وما يستثمر ش لا نعمل خدمتي في الكريم تاريخ السياسية الاقتصادية في تونس عالو 60 سنة مجيش مبارحة كينا في قبل فترات متعددة هل السياسية الاقتصادية بالبيهي والخائب عملت نجاحات في فترات متعددة في تاريخ تونس في عالم اخر اي ما خلينا نوصل به لليوم اليوم شو اللي اعتاني درجة من التعقيد الاقتصادي اللي حكينا عليها قبل مرتفعة مقارنة بالبدن الاخرى التعقيد الاقتصادي هو قديش حاجة نجمون عمره وشو التمييزوني عندي هذا التعقيد الاقتصادي مجيش ما هبطش علينا وحي مسمي هبط علينا على خاطر فما سياسات اقتصادية عملت نجاحات اللي خليت اليوم فما انتسيو اندوستريال وطور دولابيامون وتاما يا كالك جوند انتروبريز اللي ما سارش في تونس وهذا يجب القطاع الخاص يعمل فيه مراجعات اللي ما سارش ما هوش انو ما عنيش قطاع خاص خططورنا قطاع خاص وطورنا عرف وطورنا عرف فيه تكنولوجيا عالية نوهاو تاخدوا مثلا القطاع متع اليرونوتيك البوينغ اللي تصنع في مستين بلاد تونس عنا سبعة ولا ثمانية ولا عشرة كمبوزانت اللي نحنا مساهمين فيها الشين دوفالر غلوبال هذا مهم مهم بيصير مهم في القطاع متع الإعلامية في القطاع متع الانجكسيون بلاستيك في القطاع متع الكمبوزانت اوتوموبيل في القطاع متع الگروة المونتير في القطاعات المجدة يا ما تونسي قلت ما يجب لي شرفيه هنا هذا الكل لا ما يجب نجيب العبيدي القارات اخت من بعد هذا ما سارش وراه خلق ديزنبلوى دوكاليتي هذا هو الشكل الموديل الكورياني نحنا مشينا في حاجة تشبه له حتى اللوجيك متاعنا ستيلو موديل الكوريان الموديل الكوريان في جزء منه بار حكاية الكمبوزاني يكون يمكن تعقيد الاقتصادي هو انك تخلق مؤسسات خاصة كبيرة المؤسسات الخاصة تخرج للانتغنسونال الانتغر لتكنولوجي تجيب التكنولوجيا للبلاد وتخلق مواطن شغل دوكاليتي وتعمل لينوفاسون في البلاد هذا بسبب سياسيات عامة ماجباية يمكن البعض المواضع ويقدم أن القطاع الخاصة ميتين لن تجد نيفو الماتوريتي بان يتخلق جزء نحن ممكن للبلاد صحيح في تونس ونعنا نيفو التعقيد الاقتصاد تطور إصدامها على ما يصلح نفس الى 60 سنة ما هوش اليوم هذا صار فما مراجعة لازم نعود ونغزرولهم بوق ديفلوبي دي فيليار نعطيك فيليار جديدة مثلا في العالم موجودة وسهل الفيليار متاع ديستوكاج الفيليار ديستوكاج متاع لي بروديوك لي ساي خالطو الوحد الفيليار متاع لي كونو من سيركولير هو نغيف بها ديفلوبي عنا مكون عشرة سنوات طوال أكثر اللي ما كناش قادرين على خلق دي فيليار جدود على إضافة تعقيد اقتصاد جيد لطولس السؤال الصحيح هو كيفاش وعليش في هالعشرة سنوات طوالس سنوات ما خلق ناش باش نزيد نعزز هالتعقيد الاقتصاد لكن سيبوا دريقاي فضلك فضلك عشوه ما نعطيه انتوما قبلتوا رئيس الجمهورية ما نعطيه انتوما الاقتصاديين بلقاء جامع وهذا شفيه فيه انو رئيس الجمهورية يعترف انو الاقتصاديين اليوم يجمعوا يقوموا بدور ولا يقدموا مقترحات ولا يعطيوا نظرة للمستقبل اللي كنت حكفي سياتك بالضبط اي سيدي اخويا اش سار منو قلتوه للرئيس هذا تقال للرئيس هذا بقنا طريقة تقال وشنو اللي تقال للرئيس تقال للرئيس اللي يلزم استثمار والي يلزم استثمار مأسيب لي انو نختاره تونس اشتحب تعمل مثلا شنو اللي سار منو اللي اقترحتو عليه مثلا بي والحاجة انا هزيتك للسياسة شوية بشناجم نفهم انا خذ بشناجم نفهم تونس انتي تعرف الموقف انتي قلت راو المجلس بالامنات لانه لقاء ايه مكن هذا نحكي على خيارات كبرى مانيش نحكي راو على ايه مثلش مع انت المجلس بالامنات لانه صار حوار ثري لمدة خمس ساعات مع سيد الرئيس الكلام اللي قلتو هذا توقلتو نحكي على روحي اوكي مبعد الباقي انا ما عنديش يعلم بيه وما نجمش نعلاق عليه اللي تطلب مني تقول يا راو الكلام هذا تقال الكلام هذا تقال وهو واقع الاستماع اليه بانتباق هاني نقول اوكي هما الكلام هذا تقال مبعد هل انو يترجم الى سياسياته هل انو هو قابل سيد الرئيس قابل لأفكار هذه ولا لهذا كموضوع ولا غيرها ولا غيرها يا سيد كنا تطلبنا انو حتى الحوار يكون يتوسع حتى العبد اخرين على خاطر في الشأن الاقتصادي نحنا انا اكاديمي وبحث ما نعطي افكار نعطي رؤية لكلام متاعي ما اشكورين وكلام غيري ما اشكورين وكلام غيري ما اشكورين رجل للسياسة هو اللي يستمع للنس الكل ويشوف في هالفضاء هذا متاع الاقتراحات والتوجهات والافكار شنو هو يتحمل شوف كيف سعد القادر الحوار شيق معك هيتلمشي ولو رجل السياسة ولا مرأة السياسة شف يعطينا انو فانتكونت يعطينا اندوكي ماو اسمو ميزانية 24 مهي اليوم ميزانية 24 دونتو اللي كانت فيجور ما زالنا ما نعرفوش نعرفو كان لكونتور من خلال اللقاء صار مع الجبائيين لكن يبدو انو ما فماش جباية جديدة ما فماش اثقال الكاهل وفمتوجهات نحو انو بعض الخيارات ولا بعض الاحكام اللي تنجم تهزل الاقتصاد الاخضر ولا تنجم تشجع اوكي دكو اليوم هيدا يكفي هيدا يكفي ولا ما يكفيش يكفي انو من موازنة لموازنة تتسلف بش تخلص ماهوش المشكلة في التسليف الماقومتين عادي ماهوش المشكلة نتسلف شو اللي يتعمل بيه هيدا واني خدش بش تخلص عندي ساعة لوم على على الطريقة متاع تحليل الميزانية يعني في طريقة تحليل الميزانية فهم المجلس الأعلى الجيبية هل يكون موجود هذي مافيوش أسادة متاع اقتصاد فيه المراقبين المراقبين فيه مافماشي لكوتي ايكوناميك ماهو مايش قاعد ندعو باش انا نمشي مسيدي فم عباد اخرين اخير مني واحسن مني في الافكرة مع الاقل اذا كان ده حتى انت تتبقى لالكساب تخلص ليه مسيلش ماهونا نتكلموك ويعرفوهم الافكار متاعي ماهوش مشكل ماهو مايش قاعد نتكلم وعندها ممكن درجة عرف في حاجة اكثر مني خاطر كانت تحب تعطيه مسحة اقتصادية قانون مالية وهذا اللوم تاعلي انه في السنوات الكل هو ذكر رسمي هل انت تعتبر قانون مالية متاع سياسة اقتصادية ولا قانون مالية فقط متاع موازنة متاع موازنة مالية موازنة موش حاجة صعبة ياسر انه عندي مدخيل وعندي مصاريف ماش حاجة ليصعبة ياسر موش سهلة برشا على خطر الاكرهات ساعد قدر يتم فيها نفس الناس توا عندهم عشرين سنان وعندهم الكفاءة وعندهم الكفاءة اتبقى اليوم مش مطلوب منهم سياسة اقتصادية يعطيك ساعة اليوم نحن التغيير اللي عملناه في اللوب عمل فينه 19 وليلي هو بدلنا به طريقة اللي معادش معادش تيوريك ما معادش قانون متاع موازنة هو بغو ابجكتيف وتحط لزوبجكتيف ووكل مهمات اليوم هيدا كي نحب نعطي مسحة اقتصادية الفو أسوسي ويسم المسحة الاقتصادية تكون واضحة يرجعنا لك النقطة انتاع الدبار هل عندي الموارد اليوم بش يكون في مسحة اقتصادية لانه اي سياسة اقتصادية بيش تعملها تقتذي وتفترض يكون عندك موارد بش نفذها سي عبدالقادر ما زلنا خمسة دقائق ومعادش فنقص عليك اذا كان جيت انا بش نعمل موازنة في مسحة اقتصادية وفي الوضع الحالي منين نبدأ منين نبدأ سويا ورياليست منين نبدأ منين نبدأ نقص في الاداءات نعمل اعفاءات نعمل ندخل في حكاية الاقلية نقول راو في الاقلية نفهمها دي زون دو بريدالكشون بش نعمل فهم ش نعم منين نبدأ هو المهمة نكون فهمها الفكرة الكبيرة من بعد لدي تاي يجي فكرة الكبيرة شنية اليوم شنو الورجنس الكبيرة اليوم الاقتصاد الوطني التوزي هو الفيليغ ايكوناميك كيفيش حافظ على الفيليغ ايكوناميك كيف يشتورهم تاخدوا مثلا نحن قطاع الجلود والأحذية الفيليغ متاع الأحذية في تونس تقريبا قاعدة تدمح هل بشوية بشوية بغدير كورا انفليير البردس باقي تخير بيلاك 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 ولكن ما عرضوا طلبهم ولا إذا كانت ما عرفتش تتدابت ولا ما عرضكش السوق عالمية ونسوق وطني وهذا أكبر اختر على تونس نمشي ويندثروا بلوحدة اليوم هلانو فما اختر على الفيليير اختر لو لاني جاي من البرتي في ناس ما الدولة قاعدة تتصلف على السوق فما افي ديفيكسيون بغفير اليوم الفيليير اللي فيهم مربوطين بالكيس دو كومبونساسيون عندهم مشكاليات متاع الخلاص متاع المستحقات متاح دونك يعطيهم كونترنت أخرى سوبرمانتيق واليوم القطاع البنكي عنده مشكاليات وخاصة البنوك العمومية ونحب نعرج هنا على بربي قطاع التمور والدقلة وقطاع زيت الزيتون بالنسبة لسنة ستين فينمية من تمويلات متاع وراجي من البنوك العمومية اليوم راهو فما تعطل في تمويل الكمباني متاع الزيت والكمباني متاع تمر هذا هو جزء منه يزب الاشتغال عليه تاوة مباشرة يعني لا سوغ فيه زوز احويش كيفية بش نحافظ على فيلمتاعك فما زوز افكار كبرا وندي منعود فيه فضل الولاني هو الكونتستabilité دي مرشي اللي شكوني اكونومي درنت ماهيش كان كين اكونومي درنت لكونتستabilité نجم كون مفميشي رانت ومافميشي فسايا المرشي ماهوش اكسسيب لنس الكل الدينامي كنتروبنا لما تنجم تحلق لما تحسن الكونتستabilité كيفش بالدata تنحي لباريير اكثر من الوطوريزازيون فاغنسوخ ديوزر اكسبينس عاللي كايت شارش كل ساهلوا على العباد ياهديكم خاطر اللي فليير موش واحد واحد فليير راو كله مربوط ببعض واللغ خريني هو حكاية الكومبلكسيتي ايكونمي اختار كي بيش تطلع شجرة ما جيش في السحرة تبني شجرة اختار يزمك تبني معاها شجرة اخرين اونا بيت اخرين ايكو سيستم كامل اخنقلك حاش شنو الانجو الكبير اللي هو هو الابق دي تالان ما كانش يزرح ويمشي ارغل هنا عندي سؤال انا نختمو به برب يسعد القادر وخاطر يغطي الكل شتعمل الدولة لزي ما تطيح دي فليير وتختار وتختار دي فليير وانا تلمي الكل وتتلهاب الكل لا انا منش انه فما واحد قا عنده قدرة ولو نكونو اذكع بيت في العالم ملمومين في بيت ونقول ورا نمشوف الفيليار هذي ونفره فما الديناميك ناتوغل كي سميه ان بلس الدولة المهمة متحد سهل انو ديناميك ناتوغل سميه ان بلس تبني علي موجود فما راو دي زمبريان متاحا جيت عباد قاعدة تخدم حت حد ما في بلوبيه للموأسسات للإشراف للبونوك وعباد قاعدة تخدم ويخدموا في دي بوك معاندها دي بروف او كونسيبت صغار ويعملوا فيه شركات وصان تخي كرياتيف ويخدم بالبرة ويخدم بالبيبال ويخدم هذي كفما ديناميك ناتوغل انتي الدور متاعك كدولة تشيق به الزروف انو هو السبانوية والإكسبلوات مش هنا بش نجي نقول ما فميش اليوم انتي نجي نقول لك شنو القطاعات زعم الوعدة في 2035 حتى حد وكالديناميك ناتوغل هي اللي تخرش هذا الدور متاع السياسات العمومية يا حسرة ما عادش الدور متاع الفكرة متاع انسيتاسيان ودز من هنا وطرشنين ذار في كونجنكتورية الوقت اللي كي تكييم تاوى عندي صعوبات على سيك كالكو فليار ايكونامي اللي يزمن نستحفظ عليهم نجي نعمل انترونسي تاوى هذيك الدور يرجع اما الدور اللي ينا بيش نعخلت بيه الى الخمسة والستة والسبعة في المياه متاعي خاطر تونس نجم تعيش عشان سنة تعمل في ثنين في ثنين في مياه ومتعيش تحبوا تونس نعيش عشان سنة في ثنين في المياه انا اعتقادي انه تونس قادرة بيش تعمل خمسة ستة سبعة في المياه اذا كان هل الانيرجي نغتية هل موجودة تتقلب الانيرجي positive وتخلي العباد ترجع العباد تعمل ونvalorize العباد اللي يعمل في الكreativity ويعمل في الانوفation ونخلي ونخلي الان يقضر في بلدنا خاطر اليوم اللي نحكي وفيه الكل وريد سيئس عمومية إذا كان مع 40,000 permis de سي جور permanent راو الانجو ردو بين راو الانجو للتالنتين بلش للتالان والتالان مش كان العباد حتى لذي انتروفيز للتالان على خاطر العرف الجماعي الانتروفيز هي العرف الجماعي اللي تربة فانتروفيز عندك لذي انتروفيز متاع ينك قادين يخرج البر السي التالان اللي قادين شكرا لك شكرا لك سعدو القادر شكرا لك يقول الناس الكل لما بعضها ليدفريد لكن يقول كذلك سياسات عمومية ذكية فيما فيقة فيق مش يخدم باللوجيسيال انت عام 70 في مخه مرحبا بي وبركة الله فيه اللي يخدم باللوجيسيال انت عام 70 ما هو فيه هو فيه هو فيه خلاط المشكلة وينزيك يبدأ عندك اللوجيسيال انت فيق انت فيه ولا موفيش مشكلة لجاجة العظمة ما هو فام ما بتدر مرة أخرى نحكيه على الإدارة كيفاش تبنيت من الستينيات وكيفاش جيد واللي هي عندها دور كبير كان عندها دور كبير الكافيات ما زالت موجودة اما شكرا لك سعدو القادر بركة الله فيك